أعيش نفس الشعور بالمناسبة ما صحة أن الوسامة مقدمة على الموهبة في البرامج الواقعية بالنسبة أن تقول ما صحة تتحقق هل أنها في توجهي أنا أو لا بشكل عام وحكم أنك اليوم أن تشغل منصب مدير تطوير برنامج وأنت كنت ضمن المشرفين في التصفيات هل ترى نفسك أنك وسيم؟ هل ترى نفسك أنك تستحق الظهور؟ الظهور وين؟ بعد 11 سنة وين أستحق الظهور؟ لأنه أنا سابق أنك قلت لي أنه رغم أنه كانك بالإعلام فترة طويلة ألا أنك لم تعرف إلا من غريب أنا بجي في الموضوع حتى بصير بيجاوب على موضوع الوسامة توظر أنا سويت نكستيند لا أكل وقت لا أول سنة عشان بيجيلك أني حذر لا بالفعل أنت وسيم يعني إذا جينا لكلمة الحق ترى قد تكون الوسامة اليوم ما هي بالفيس أو شكل اليوم الوسامة قد تكون وسامة قلب قد تكون وسامة مجمع عرف أن الوسامة ووسامة الشكل لا لا أنا بالنسبة لي اليوم إذا جيت على وجهة نظر عبد الرحمن أولا البرامج الواقعية عندي ليست موهبة لأنه برنامج واقعي ستقضي في حياتك إنما المنشد مكمل للبرامج الواقعي والشعر مكمل للبرامج الواقعي اليوم وأفرض لك يعني أعطيك مثال سريع اليوم ليقدمون للبرنامج الواقعي منشدين وشعراء وأصحاب ريالتي عالي تمام؟ أتفاجأ كلهم بعد البرنامج عرفت؟ يبون يجون مقدمين هما دخلوا شعراء يبون يصروا مقدمين دخلوا منشدين يبون يصروا مقدمين البرنامج الواقعي لا يعتمد اعتماد كله على كذلك التقديم كذلك التقديم جارب ممكن من شخصية المنشد والشاعر وصاحب الريالتي أيوة بس إن التقديم بشكل عام يعني مو محصور على الواقع بشكل عام التقديم يعني أي واحد ممكن يقدر يجيده لأنه فيه تقديم رسمي فيه إذاعة فيه تلفزيون في شيء بس أنا أتكلم إنه اليوم الوسامة ما هي كل شيء بالنسبة لي أنا هي ممكن تكون ممكن أنك تمتلكها؟ لا أنا ما أمتلك الوسامة إذا ممكن أن أمتلك وسامة القلب ممكن ولكن بس بشكل عام حتى أوضح لك اليوم إذا بنتخذ معايير وسامة ممكن أن نتكلم على كارزمة نتكلم على شكل نتكلم على هندام لبس منطوق كلام ممكن ولكن إنه ما عنده فارغ ما عنده شيء ومختارة عشان والله إنه وسيم لا هذا غير صحيح طيب فقرة البورصة بطبيعتها دائما تكون قبل الديلمة بيوم لذلك تحمل صناديقها الكثير من الخصومات لماذا؟ حكم أن فقرة البورصة أنت من يقدمها؟ لا هو بشكل عام البورصة إن كانت يعني يوم مثلا ما قبل البرايم أساسا البرايم ينتهي يوم السيرس لو كانت الأحد أو الأثنين أو كانت الخميسة والجمعة هي هي ما رح تتغير يعني أهم شيء إنها قبل الديلمة في الأول والأخير هي فيها جمع نقاط الشيء الثاني فيها خصومات وفيها إضافة نقاط ولكن لو كانت مثلا الأحد أو الأثنين بإمكانهم الواحد اللي يكون عليه خصوم بإمكانهم يعوض خلال الثلاثة والأربع أيام الجاية لكن يصار الجمعة ما يمديه يسوي أي حاجة قبل يوم الديلمة ما أتوقع أنه في وقت للتعويض اللي يخسر خمسة ألاف اليوم صعب أن يعوض حو ستة ألاف ليش لأنه لازم تمر عليك من أمور البرنامج طافي مايكيك ولا نايم